اشتركوا في القناة وقالتها الصينية يانجليو نشير الى الصورة التي لقيت اعجابا كبيرا وتم تدولها بكثرة تلك التي تظهر فيها ايمان خليف اثناء تسلم الميداليات وهي تحتضن زميلاتها الملاكمات وعلق احدهم على هذه الصورة قائلا اكثر ما احببت هذه اللحظة واضف اخر قانون الحياة يقول دائما ان الاشخاص الطيبين يفزون في النهاية ولان الاسيويين شعب طيب جدا فقد افتخرت الملاكمة الصينية يانجليو بايمان خليف وقالت عنها لوسائل اعلام الصينية انها رائعة وقدمت اداء جيدة للغاية ولديها بعض المهارات والفنية الجيدة التي تستحق التعلم منها اما بخصوص كل ما اثير حول ايمان خليف اندهشت يانجليو من ذلك واعترفت انها واجهتها دون معرفة ما حدث لها مشيرة الى انها طيلة تواجدها بالاولمبياد كانت في معسكر مغلق ولذلك لم تكن على علم بالجدل الدائر حول ايمان خليف حتى النهائي ما رأيكم في تصريحات الملاكمة الصينية عن ايمان خليف شاركونا في التعليقات ولا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد